حتى مزاج الشيخ طه هو يحلل النهاردة مختلف لانه بقاله مدة مش عاجبه ماتشين كده الاخرانيين لكن لا طبعا المباراة بتشجع بتمتعك وفيها شغل فني كويس وفيها يعني كلام يتقال النهاردة انت بتشوف جيرالدو يغيب ويجي لعب لك ناحت الشمال مش اللي مين ويبقى واحد من المجدين جدا في هذه المباراة يعني طبعا النادي الاهلي بس كل ده في بالك الناس مستنية الاسبوع الجاي واللي بعديه واللي بعديه شهر فبراير ده لو عملت التوقعات زي ما الناس عايزة لا هتبقى شغلانة تانية خالص طيب ده رأي الشيخ طه هنشوف كمان وليد صلاح الدين